السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونكمل ما بدأنا، لكن سنأخذ طريقة ثانية بتاعته الـ Addition of Fictures، ونأخذنا الـ Addition of Fictures in one dimension، لكن لو احنا أخذنا في الاعتبار If the motion in the two is in two dimensions، يعني في بعضين، نأخذنا في بعض واحد وكانت سهلة، جمعناهم جمع عادي وما في أي مشكلة، The situation is somewhat more complicated، يعني هنا الوضع يكون أكثر تعقيدا، يعني تعقيد بسيط، لكن لو احنا خذنا Here the actual travel passes، هنا عبارة عن مسارات سفر حقيقية Are at the right angles، مرسومة كمسلس قائم الزاوية، هذا مسلس قائم الزاوية، تسعين درجة، تمام؟ ده عبارة عن right angles أو right triangles to one another، تمام؟ المسارين دولة، اللي هو المسار الأولاني، اللي هو D1، ده، والمسار الثاني دولة، المسار الثاني دولة، المسار الثاني دولة، مالهم at right angles، يعني متعامدين على بعض، تمام؟ كل واحد متعامد على الثاني، two one another، we can find the displacement، نحن ممكن نحن موجد الإزاحة، النقطة هو بدأ المسار واحد يتحرك من هنا، وصل لغاية مثلا، عشرة كيلو متر، في اتجاه الشرق، ثم غير اتجاهه، بيقى في اتجاه النورس، في اتجاه الشمال، ومشها مسافة تقريبا، في حدود أربعة كيلو متر، الإزاحة عن نقطة الأصل، عن نقطة البداية، عن O، الإزاحة كام؟ اللي هو المحصلة دي، تمام؟ هنأخذ هنا با يوزنج زا فيساغورفن سيروم، نستخدم نظرية فيساغورفن سيروم، لأن الإزاحة هنا تبقى إيه؟ هذا هو الوطر، وطر المسلس القائم الزاوية، ومعروف أن الوطر المسلس القائم الزاوية يساوي الجزر التربيعي للمربعي الضلعين، يعني دي وان سيكوير بلاس دي تو سيكوير، وبالتالي، نحن نجد بسهولة تمام الإزاحة الحاصلة بفعل هذه الحركة. إضافة المسلس القائم الزاوية، حتى هذه المتجهات، إذا لم تكن متعامدة، يمكن أن تكون قائم الزاوية باستخدام الإزاحة حتى هذه المتجهات الموجودة مع V1 و V2 و V3. إذا أردنا هذه المتجهات الثلاثة، نجد أنها ليست متعامدة، هذه المتجهات الثلاثة ليست متعامدة، نجمعها بطريقة بسيطة جداً، يسمونها طريقة من الزاوية إلى الرأس، من الزاوية إلى الرأس، في هذه الحالة، يمكن أن أجد أدوش المتجهات الثلاثة. إضافة المتجهات الثلاثة في المحور الأفقي، نجد أن نفس المتجهات الثلاثة في نفس الزاوية. و في سبيل آخر في اتيجهذ سالب في المحور المحور 10 Parc did Deux V3 المتجه يمكن أن نبدأ المتجهات الثلاثة unto the top. من الزاوية كيف اكثر إح Stone V3؟ كيف نسختم الباب المتجهات الثلاثة في في أثناء تقسيمه؟ climate change is P2. لتنحن عن الباب المتجهات الثلاثة في أثناء تقسيمه في أثناء تكل Valme To V3's. هذا الطريقة بنا. هذا المتجه المحصل. جمعناها بطريقة بسيطة جدا. continue drawing the vectors tip to tail or head to tail. The resultant is drawing from the origin of the first vector to the end of the last vectors. نقول من أصل المتجه الأولاني إلى نهاية بداية. من بداية المتجه الأول. إلى نهاية المتجه الأولاني. لدينا كمتجه مثل v1, v2, v3, v4. أهم شيء نطبق القاعدة tip to tail or head to tail. نبدأ من from the origin of the first vector to the end of the last vector. نأخذ المجر the length of the resultant and its angle. في الآخر خاص نجد مثل ذلك. لدينا متجه A و B. المتجه الأولى are not right angles. لدينا مش متعمدين مع بعض. الزاوية هنا زاوية ايه؟ زاوية is more than 90. طبعا هنا المتجه المحاسسي يحب R. from the tail to the tip. رسمناه. وبعدين لنث المتجه الأولى هو عبارة عن المتجه الأولى المتجه الأولى يكون المقدار ثم الزاوية التي يعملها مع المحور الأفقي. أخذ في الاعتبار يستخدم عامل المقياس يجب أن نستخدم عامل المقياس لكي نحوّل الطول إلى المقدار الحقيقي هنا مثلا لدي كذا متجه A B C D عندما لديك الكثير من المقياس إذا كان لديك أكثر من متجه فقط تستخدم الوقت تستخدم عامل المقياس حيث نحن نطبق الطريقة التي تعرفناها The resultant هو المتجه المحاصل تمام؟ is still drawing from the tail دائما ترسم من ذلك الأول أول متجه origin vector from the origin of the first vector to the end of the last vector from the tail of the first vector to the tip or the end of the last vector يجب أن نحوّل المتجه المحاصل ر A B C D ثم نحوّل المقياس طول هذا المتجه تمام؟ نحوّل المقياس المقياس والمقياس طول هذا المتجه يَا